اشتركوا في القناة كل شيء يرجع إلى اتهام الناس بعض المقاطع مما جاء فيه من بيان مجلس الوزراء اليوم تبون نحن في سباق مع الزمن لعادة بناء اقتصاد غير ريعي عندي أكثر من أربعين سنة وانا نسمع في هذه بناء اقتصاد غير ريعي يعني بناء اقتصاد خارج بيترول والغاس إن الشعب سيحكم عليكم في الميدان تبون يخاطبوا وزراء من خلال تضابق أقوالكم مع عمالكم تبون كون القدوة بالصدق في القول والإخلاص في العمل ونقران ذات الشيطان عندما يعهم يعني يخرجنا تبون ويقول أنا لدينا أفضل منظومة صحية في المغرب الكبير وفي أفريقيا ثم يخرج بعدها ويقول لازم الصدق في القول والعمل هذه المقولة واحدة لو أن تبون لم يقول شيء لم يكذب من قبل لم يقول إلا هذه المنظومة الصحية أننا الأفضل في إفريقيا فهذه هذه يجب هذه لو جاء قانون قانون وجوية الملكة لحكم الشعب هذه أقل شيء أنه يموت في السجن أقل شيء حتى لا أقول شيء آخر هذه الكذبة العظمى أطباء ماتوا ممرضين ممرضات سواقين ماتوا لأنهم لم يمكنوا أن يلقوا الماسك وما زال الآن اليوم كان فيه في تقرد في تقرد كان فيه انتفاضة انتفاضة القطاع الصحي في تقرد وفي تبس نرى الموضوع تقرد وقفة احتجاجية هذه الوقفة الاحتجاجية حيا الله سلك الطبي وأحرار تقرد حيا الله أحرار الصحراء في كل زمان ومكان خرجوا كان عندهم قول رائع هذا الصباح عمام مستشفى سليمان عميرات القطاع الطبي وشبه الطبي في تقرد يخرج تحت شعار لا نريد منحة كورونا نريد أجهزة طبية لمرضانة رفعوا شعارات لا نريد منحة كورونا الرشوة الصغيرة هذيك اللي اعطاوها لهم باش لعلا يسكتوهم ويخوفوهم في نفس الوقت تحلل فموك تروح لكل لابريم وممكن هذي لا مخسرش مكان عملك فهم اليوم خرجوا ورفضوا الشعار لا نريد هذا خلونا من هذا شدوا عندكم درعمكم أعطونا أدوات طبية للمرضى لأن كثير من المرضى يشوف طبيب أمامه أو نمرض أو فيدوس معهم يحسبوا هو المشكلة يعني هو أمامه لذلك الأطباء في الحقيقة يدفعون ثمن غالي يعني هم الممرضين وكل عمال العمال النزهاء الشرفاء في المستشفيات يدفعون ثمن غالي مش كلهم نعم كاين بعض للأسف كاين بعض بزنسية ما عندهم حتى علاقة بالطب لكن الحقيقيين الصادقين يدفعون ثمن غالي لم يكن ذلك فقط إنما كان أيضا في العوينات العوينات في تبسة وكنت ذكرت لكم منها شاب زهر الدين رحمه الله اللي مات بقرار في الحقيقة وكان سبب قرار عسكري جاهل فاستقالة جماعية لأطباء مستشفى العوينات بولاية تبسة السبب تحويل المؤسسة إلى مركز لاستقبال مرضى كورونا يعني يصبح المستشفى لتعلى العوينات مخصص لكورونا طيب والناس اللي منذ الآخرين وين يروحوا سوء دارة رداءة فشل كالعادة وكتبين رسالة حي الله أيضا احرار تبسة وحرار الجزائر في كل زمان ومكان وهم كثيرون ولكنهم ليسوا في مناصب السلطة إلا قليلة ليسوا في مناصب القرار القرار وصلوله كلما كنت فاسدا ناهبا فاجرا فاشلا كلما ارتقيت في المناصب على استثناءات قليلة والعكس صحيح والعكس صحيح ما زال يطاردون في الأحرار لحد الآن ما زال ينتقموا من بعض الناس في الداخل خلينا من خلاف الخارج طبعا في الخارج قاعدين يرسلوا في عملائهم قاعدين يرسلوا في عملاء العصابة وعملاء الدياراس باش يخلقوا فتنة شعب في الداخل ما قدروش علماني اسلامي ما مشت لهمش قبائل عربي ما مشت لهمش من الشرق من الغرب ما مشتش من الشمال من الجنوب ما مشتش الآن عندهم بعض العناصر هكذا المجرمة عودة رياب تي بي بارديريس ويروح واحد اثنين هكذا يهاجموا الناس ويعجبت مشكلتهم المفروض هذا خاصة واحد هذا قيل لي انه راح هاجم الناس في وقفة باريس امس ضد الدولة المدنية هو علماني بصحة ضد الدولة المدنية هل رأيتم في الدنيا هذه ان يكون واحد علماني ضد الدولة المدنية الديمقراطية تفترض ان الدولة لازم تكون مدنية مش حسكرية ولا لهوتية بالمناسبة لكنهم ديمقراطي بعض ديمقراطي الجزائر حقيقة كان بعض ديمقراطيين اللي لا شك فيهم ديمقراطيين حقيقيين تختلف معهم اتفق معهم هذا شيء اخر لكن كان البعض الاخر هم اللي كانوا وراء 92 الواجهة المدنية العسكر كان لازم لواجهة مدنية حتى في انقلاب كان لازم لواجهة مدنية ما زالوا نفسهم هم واتباحهم واذنابهم يهاجموا اليوم الهجوم علينا بشدة لماذا قالك لانهم قالوا لا ايديولوجية في الحرك طبعا لا ايديولوجية في الحرك لان لو كان كل واحد يجيب ايديولوجيته لن يكون حرك يكون خصومة وفي افضل احوال استنافس ايديولوجي السياسي عندما تسقط العصابات العسكرية التي دمرت البلاد وروح لا ايديولوجيته كما تشاء او سياسته كما تشاء لكن هذا احدهم وقد كان من من رؤوس الاستئصال في 92 غضبان قالك انهم يقولون يخدعوننا بلا ايديولوجية في الحرك يريد ان يأتي العلماني الضرب مع الاسلامي والعروبي الضرب مع الامازيغي وهكذا يريدونها لا يريدون شعب موحد يطيح بدولة الحنوشة ويقيم الدولة المدنية التي لا تفرق بين سكانها لا اقول فقط بين المواطنين بل بالسكان كل انسان يعيش نحن نعيش هنا في الغرب لا يفرقون بيننا وبينهم هذه شهادة لله نقول نعم فيه عنصريين نعم فيه عنصرية في اسلاموفوبيا هذا كل موجود لكن كقرار عام انما يعاملون انا كما يعاملون اي واحد من اولاد هذه البلاد ولد هنا وزاد هنا انجليزي الاخر هذه حقيقة هذا الشخص كان يجب ان يتعلم من حول 30 سنة من الضمار اللي سهم فيه ما زال هو واذنابه يهاجموننا لاننا نقول بالدولة المدنية ونقول بلا ايديولوجيا في الحركة ونقول بقيام دولة العدل والحق والقانون ونقوم بضرورة عودة العسكر الى فكناتر بكل اسف واعلم لا يتعلمون ابدا سترانت توجود سوسيتي اذا قلت في فيها ما فاليوم هم بالكورونا شانين حملة وجايبين في قنواتهم في جريدهم وان الكورونا تنتشر وانها في كل مكان ويخرج يقول لك يابد من عقوبات شديدة على الذين لا يحترمون القانون طيب تفقنا ولتكن العقوبات شديدة لم لا هل ستعاقبون أنفسكم هل ستعاقبون لحنوشة الذين فتحوا كلوب ديبان لجماعة الآفة الآن ولا أقول الآفة الآن وإنما أقول الآفة الآن أم لجماعة الراندو اللي قاموا بأحزابهم واجتمعوا واجتمعوا أيام وأكلوا حتى الكورويتر وايال وأكلوا من ما من كل ما يشتهون وكان العبث في تلك المقرات والفنادق اللي تمول من قوت الشعب الجزائري أنتم جبتوا الأيريندي وجبتوا الأفلان وفتحتوا لهم ودرتوا لهم مؤتمراتهم الشعب خرج ينطفت ضد المنظومة وأنتم تعيدون بعض أبشع صور المنظومة اللي هو الأفلان والأيريندي وتريدون إعادة تأهيلهم باش تحكموا بواجهة مدنية مش برك مزورة مزورة والناس خرجت قلوبها من هذا الأفلان والأيريندي هل ستطبقون ذلك؟ خلينا نوري لكم بعض الصور تاحهم بلا كركم سيتهم صورت على الأفلان والأيريندي خلينا نوريهم لكم هاي الصور على الأحزاب هل ستطبقون القانون والعقوبات على هؤلاء أم تطبقون القانون والعقوبات فقط على البسطة اللي ما عندوش معرفة اللي ما يمدش الرشوة ها هاهو الأفلان والأيريندي هاي الصحافة ها ها واحدة خلينا نوري لكم أحد آخر والله العقوبات فقط على المسكين على الزوال على الذي لا يجد آكل على الذي يخرج باش كاش ما يجيب لأولاده أو لخاوته أم هؤلاء مرفوع عنهم القلم ولا يسألون لعلهم من الذين لا يسألون والله ما أهلك من كان قبلكم إلا أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم استغفر الله وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها تطبيق القانون دولة القانون على الجميع هؤل هلا من جاينا هم عندهم أعراسهم عندهم أحزابهم عندهم تجارتهم عندهم لقاءاتهم صهراتهم كل شيء ماشي والشعب أخنق البحر منعوها للناس المساجد مغلوقة تقريبا في العالم أجمع فتحة المساجد شرقا وغربا شمالا وجنوبا إلا في الجزائر الشواطئ تقريبا في كل مكان مفتوح إلا في الجزائر يعني الشاب ما يلقى عمل ما يلقى سكن يرتاح فيه أغلب سكنات في الجزائر ضيقة هذا اللي عنده السكن أصلا ما يلقى شاطئ ما يلقى مسجد لا يلقى شيء كيفاش الناس لا تصاب في عقولها لا تقنط لا تيأس إن ثورة جياه وثورة غاضبين على الأبواب من سوء تدبيركم وسوء أعمالكم لأنكم منقطعين تماما عن الشعب الجزائري أنتم قوة احتلال أنتم وكلاء استعمار أنتم لستم مع الشعب لستم منه ولا هو منكم يدفعون الأموال لليوتيوب ولأماكن أخرى لعلهم يوقفون هنا أو هناك إن شاء الله بعد أيام حدثوكم مربما حتى على ما يفعلون الآن مع جوجل ومن عملائهم هناك لكي يخنقوا الأصوات الحرة في الفيسبوك في جوجل في كل مكان مرعوبين هاو النقل كيفاش دير في الجزائر هل هذه مسؤولية الشعب ولا مسؤولية وزير النقل ومسؤول الميترو اللي ينظم الأشياء ثم يقول لك نشدد العقوبات تعرفوا غير العقوبات تعرفوا غير العصى ما عندكمش كلها هاي مقنية الإقناع ممكانية بالتي هي أحسن لماذا لأنكم ورثة تعقلون تتعامله مع هذا الشعب كما كان يستعامل الاستعمار الفرق بينكم بالاستعمار أن الاستعمار كان يملك إمكانيات لبناء البلاد ولإدارة البلاد أما أنتم اللي خلى الاستعمار هلكتوها شوفوا الجسور اللي بنيتوها شوفوا المباني اللي بنيتوها وشوفوا المباني كائن جسور من أيام الترك ما زالت تصلح وهناك جسور بنيت قبل عشرين سنة سقطت هلا تستحون هاه الناس بلك هاه الناس كيفاش دايرين باش كاش ما يجيبوا دراهم لابوست ولو يمدوا في الحديد العشرة الالاف تاع الحديد والخمسالاف يمدوا فيها للناس أين السيولة وين رحت هاي دولة الحنوشة بوجهها الجديد هاي لابوست هذي يصر فيها كورونا ولا ما يصراش بكل أسف ولم ما زال أمور ضائعة كاين نقاط أخرى كثيرة لكن شوف باش ما نضيعوش الوقت لأن الموضوع أيضا لبوظيف رحمه الله فخلونا نتكلموا على بوظيف ولا على نعود إلى بعض النقاط خاصة هذا التخويف وفي نفس الوقت نتعلى العقوبات ضد الشعب بسبب الكورونا هم يتصرفوا خطأ تدابيرهم خطأ الحاجر سياسي وليس صحي ليس له منطق ويرموا الكورونا بعد الشعب هذا الشعب راه يصبر ويصبر ويصبر ولكنه حينما ينطفد فإني أنصحكم رأي تجي لحظة تقولوا تبحثوا فيها وانتوا تخباوا كفئران إذا لم تستمعوا الشعب استمعوا الشعب قبل فوات الأولى في 2013 قلت هذا الكلام والفيديو موجود لأويحيا وتوفيق وسعيد وسلالوا شوفوا ورهم الآن وهذا بأيديكم وانتم كونجا بأيدي الشعب كان كان الأمر أكثر وكان كان أمر آخر استمعوا الشعب قبل فوات الأولى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة